أنا أتعلمها لو أنتم ما كنتش متعلمينها وازرعها في أولاً كده يعني أنا مش بحب تناول أي حادثة وأي موضوع حصل إلا إذا كان له علاقة بالتربية أو علاقة له علاقة يعني ملمس على الحاجة الخاصة بالأسرة عموماً يعني لكن طبعاً الحادثة اللي حصلت مبارح يعني الواحد مستق جداً جداً باقع متجول هو واخوه مات بسبب تذكارة أطر طبعاً دي كرسة جريمة الحكاية أنكم سري قال للأتنين الباع المتجولين تعرفين دول يوميتهم كام يعني أياً كان ولد كرر أنه ما يتجرش في مخدرات ولا أنه يشتغل أبا ضاي ولا بلتجي وكرر أنه يشتغل شغل حلال يتدفع تمن التذكارة يتنزل من القطر وقطر فيه آي بي يعني سريع منسكندرية الناس اللي عارفة منسكندرية الأسوان أول محطة ممكن يا إما منسكندرية يبقى أول محطة طنطة مش ده منهور يعني مسافة أكتر من ساعة ولا ساعة وربع تمن التذكارة سبعين جنيه اللي هم أصلاً ممكن يكون ده ما كسبه في اليوم أو أقل فحكم عليهم من ظلم القطر واحد انفصلت راسه عن جسمه يسفني والله الواحد هو بيقولي الكلام ده والتاني حصل بطر في ساقه دي كرسة دي جريمة في حق الإنسانية لو أنا يعني الأول يعني اللي حصل عايز أقول لكم المشاعر مشاعر غضب الواحد فعلاً في حالة غضب وحالة استياء من اللي حصل بسبب الفجأة دي أنا يعني محضر لكم شوية نقاط عايز أعلق عليها في النقطة دي بحيث أن احنا نبقى فاهمين إيه اللي بيحصل فيه غضب شديد وفيه استياء من الناس ودود الفعل من الناس أو رد فعل الناس اللي كانوا جوه القطر أو الكمسري أو حتى للوزير المفروض أنه حد مسؤول مفروض يقدم استقلته بعد واقع زي دي بيقول كلام حتى ياريته متزن ولا كلام في عدل لا 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 تعالوا نحلل مع بعض كده ونشوف احنا وصلنا للمرحلة دي ليه وليه معنى الإنسانية ومعنى الرحمة ومعنى العدل مش موجودين وازاي يتجنب حاجة زي كده في المستقبل خلونا متفقين في البداية أنه فيه تغيير في ثقافة وإيدولوجية الشعب أو الشعوب الإسلامية عامة العقدين الماضيين دولا كانوا حاجة كده معرفش هل الناس في انتكاسة فيه كيرف كده منحدر زمان كان الناس بتتصرف تصرفاتها وسلوكياتها بطريقة مختلفة تماما عن سلوكيات وأخلاق الناس في العصر ده لما الكمسر يقول له يتدفع يتنزل من القطر يقول لك إيه قصدها بيعمل شغله ماشي هو ده مش من حق على فكرة ولا قانونا لا خالص القانون إنه أول محطة يقف فيها القطر هو يسلمه الشرطة اللي بتاعت سكة الحديد وانتهينا هو يصرفه معاه ده اللي الناس بقى بتقول إيه قصد الكمساري كان بيقوم بالدور بتاعه وده الواجب بتاعه أحد الإعلامين في القنوات المصرية يعني بيقول لك كده الكلام ده مبارح ده حاجة غريبة جدا يعني أنتوا بتبرروا بتبرروا غلط ومصيبة وكرسة وقتل دفس بحاجة صعبة جدا جدا اللي بيقول لك الكمساري كان بيقوم بوظفته علشان كده هو دي يعني دي مش وظفته وظفته أنه بينتظر أول محطة وبيبلغ فيها يقيمة جبل الشرطة أو الأمين الشرطة اللي موجود على القطر لحد ما ينزل المحطة والقطر واقف لكن مين اللي يدي له الحق أن يقول له انزل أنتم مكبرين الموضوع ده مصيبة تاني نقطة تصريح المسؤول الوزير أنه بيبرر الكلام دوت كلام مستفز جدا كلام مستفز جدا يقول أنتم مكبرين الموضوع الموضوع ده خد كبر وكتئر أكتر من اللازم واحد تاني مش عارفة مسؤول في بلدة إيت واحد بيتصل بيقول له هي عادية مش ما أحد ماته خلاص إيه الكرسة دي خلاص بقت دم رخيص كده وبقيت الأرواح رخيصة كده واحد تالت يرد دي أقول لك أسو دول مش أطفال دول بلغين ده بلغين وفاهمين يعني إيه يعني ما هو فاهم يعني إيه يدفع تمن تذكرة طب ماشي أكبر لكن ما يدلكش الحق أنك تقتلهم وما يدلكش الحق أنك ترموهم من القطر عشان تتفصل رسلهم على جسمهم وقال حاجة كمان كارثة جدا بقى كارثة جدا يعني المفروض تتحاسب على الكلام ده ولو فيه فعلا عدل في البلد دي بيقولك الكمساري ما قالش لحد نطه هو قال للناس اللي دفعوا التذاكر ده قال للناس اللي ما دفعوش التذاكر إيه الرد ده إيه الرد ده يعني يتدفع ترمي نفسك هو ده الحل عنده الكمساري طبعا ده رد سيء جدا الصورة بقى ده بقى لنا حكى اللي ده شغلنا انت كاجتماعية أو خصائية أو أيا كان بتعالجي نفسيات وسلوكيات الناس الصورة اللي ترسخت جوه الناس وبتتأكد يوم بعد يوم إن دم المصر خيص مالوش أي قيم ولا ليك أي دية ملكش وسطة ملكش أي دية ولا ليك ظهر ولا بتاع ليك وسطة هتطلع ويتعاملك القضية اللي انت فيها قاتل فيها ولد ومتصور فيديو وكل الأدلة ضدك لا انت 18 سن ومتهرب ومش عارفة أي كلام دم لك وسطة وليك مش عارفة مين وليك مين لكن كده تدمك رخيص الكرسى الأكبر بقى إنه برضى الشعب ودي المصيبة إن الناس اللي كانت بتشوف الظلم ده استحلوا دم الشاب ده وهو بيجري على لقمة عيشه دي الكرسى دي المعاني اللي احنا نخاف منها أنا خافش منها قولك أصد ده بعيد ده بلد وإحنا بلد أصد مش عارفة في مصر أصد مش عارفة فين أصد لأ ويكونوا فاكريني إن أي مشكلة بتحصل في المكتب بعيدة عن بيتك وعن أسرتك الصورة التانية اللي هتترسخ ومش هتتنسى أبدا أبدا والدة الشابين دول وهي بتشوف ابنها ولا بتودعه حتى نظرة الوداع وراسه مفصولة عن جسمه ما بتتنساش أنا هحكي لكم موقف كنت مرة بغسل حد كان عامل حادثة سيدة عملت حادثة بالسيارة وبنتها كلمتني وتعالي عشان غسل كلامت أستاذ دكتور في أصول دين ما كلمت الأستاذ الدكتور دوت قال لي حاولي جمعي الأعضاء جنب بعضها حاولي طبعا هو كان فيه صوابع يعني متشارك ما فيش جعل التوصيف لكن لما بنتها جت قعدت بقى كما هدلها وهديها ولما شافت البنت صراحة مهما كلام انهارت طبعا والكلام ده أم محمد عيد اللي مادة اللي رأسه انفصلت دي على جسمه ده ده التقرير قطع تام في الرأس وتهتك في العنق هتنسى المنظر ده لا الكرسى واسمعوا يا كل واحد ساكت على الظلم هتقف كل واحد شاف الظلم وسكت عليه أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة كله يستعد هيجاوب يقول والسكت دي هتحجهم أمام الله سبحانه وتعالى هتقولوا ايه النقطة الثالثة الناس بقى الناس اللي كانوا في القطار ذات نفسه وفي القطر وسكتين ليه سكتوا ليه اه فيهم ناس كانوا معترضين بس ما خدوش عملوا حاجة ما خدوش خطوة انهم يمنعوا الأمر وديه النقطة اللي انا هتكلم فيها النهاردة ايه لاج لانا مش انا ما يهمينيش القصة واللي حصل مع انها فاجعة وجريمة وكرسة لكن ايه لاج ازاي احمي نفسي واولادي من السلبية المميتة دي دي مش بقولك مش هتضر اصلاها بعيد عني وعن أولاد اللي غلط ده هتضر كبيت وكأسرة وهتمسك لان احنا في مجتمع كله مرتبط ببعضه مش هتئذي بس الاخرين لا ده هتئذيك وتئذي أولادك لانه في مجتمع بقى سلبي بيستحل الامر عادي دمك رخيص عادي ما يموت ايه المشكلة واحد غز واحد واحد ضرب واحد واحد جاب سيف مش عارف عمل ايه واحد رمى واحد من القطر عادي كلمة عادي لاه هس 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 الخوف 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 لا نامت اعني الجبناء سيدنا خالد هوت مات على فراشه وبيقول ما سبتش غز ولا سبت سريع الا انا فيها وما فيش في جسمي الا ضربت رمحه ولا ضربت سيف وانا اموت على فراشه فلا نامت اعين الجبناء اووا اتربوا عيالكوا على الجبن والخوف انهم يشوفوا الحق يسكتهم يسكتوا على الظلم ويسكتوا على الظالم فاكرين حدثة المسجد اللي انا اتكلمت عليها اللي كانت في السويد اللي كان واحد مضطرف دخل المسجد قتل الناس في صلاة الجمعة ماشي وقتل مصليين كده والناس منهم اللي كانوا متدريين وانا اتكلمت يومها اووا اتربوا عيالكوا على الخوف أو السكوت. لو كان ثلاثة عمل واحد ضربوا هنا كان شتت اندباها الثاني خدت بتاع الثالث جابوا. كانت خلصت. اوعت رب عيالكم على الخوف. واننا اسكد على الظلم والفجر والكرسة والجريمة اللي احنا فيها دي. هي الحادثة ما يقول يوم بيحصل حدثات. لكن سكوت الناس تجروا. ما عليش هو الراجل الكمسر يقول لك وشايف شغله. راحت الرحمة. راحت الانسانية. يا عم وقفوا. بلاش يوقف في العربية المكيفة. خليه وقفوا ما بين العربتين. رحمة. رحمة. رحمة في قلبك للمؤمنين.